إذا متبعنا الكرام في سياق الفضيحة ذي الرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وطرده من طرف نظام حضيرات الجزائر بعد فشله في الحصول على عضوية المكتب التنفيذي ديال الكاف والوعود التي كان يقدمها بإدخال مرتزقة البوليزاريو إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وكل هذه الخزع بلات كلها ما يهمنا هنا متبعنا الكرام هو ما يمكننا أن نلاحظه بوضوح وهو وجود منافسة شارسة جدا ما بين رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي القجاع وزير الخارجي المغربي ناصر بوريطا وعمر هلال الممثل الدائم ديال المغرب في الأمم المتحدة المنافسة هي على عدد أو أعداد المسؤولين الجزائريين الذين تم ترضعهم في العهداء ديالهم في مناصبهم طبيعة الحال كل في قطاعه الخاص وزير الخارجي المغربي ناصر بوريطا أنها مسيرة ربعة ورخمسة ديال وزراء الخارجية في حضيرات الجزائر بوقدوس الحمامران أنا هذا عطفته وغاديمشي غادي سيفطوه وقبله أيضا مساهل وكل يعني تلك أو ذا أولئك يعني للوزراء الخارجية الآن فوزي القجاع متابعين الكرام خمسة ديالرؤساء الاتحاد في الجزائر خمسة ديالرؤساء اتحاد كرة القدمة الجزائرية الذين تم طردهم وإعفاؤهم وإقالتهم من طرف نظام حضيرات الجزائر بسبب فوزي القجاع عمر هلال كذلك ومثال شحامن ممثل دائم ديال حضيرات الجزائر في الأمم المتحدة قام عمر هلال بتسبب في طرده وإقالته من طرف نظام حضيرات الجزائر إذن هذه هي المنافسة الموجودة الآن متابعين الكرام فوزي القجاع مع رؤساء الاتحاد ديالرؤساء الجزائر ديالرؤساء الجزائر ديالرؤساء الجزائر خمسة الآن نحن وصلنا الآن لخمسة ديال رؤساء الاتحاد ديال حضارة الجزائر الذين تسبب القجع في طردهم وزير الخارجي المغربي ناصر بوريتا كذلك ومثال خمسة والاربعاء ديال وزراء الخارجية اللي تسبب في طردهم بسبب فشلهم أمام المغرب ديبلوماسيا عمر هدال كذلك ومثال نعم متابعنا الكرام هؤلاء الأشخاص نعم في منافسة شارسة من أجل إنهاء مسيرة وطرد وإقالة كل المسؤولين ديال حضارة الجزائر في نهاية المطاف وفي آخر المطاف سيبقى شمت قريحة ونجد حشكم لوحدهم متابعنا الكرام أراكم في فيديو قاعدين